مؤتمر القوى الوطنية الليبية اللي عقد في القاهرة يوم 17 و18 الماضيين الشهر الحالي خرج ببيان مهم للغاية بيان في غاية الأهمية هذا البيان يعني أتلوه على حضراتكم سريعا البيان الختامي لمؤتمر القوى الوطنية المنعقد بالقاهرة 17 و18 يونيو 2019 تؤكد القوى الوطنية الليبية بمكوناتها السياسية والاجتماعية والثقافية على دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها وتحيي القوات المسلحة لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاتهم المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول الميليشيات التي عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه وانتشرت في وطن استبيحت أرضه وتم العبث بمصادر ثرواته واستثماراته وأصبح مأوى للمتطرفين والطامعين ومكانا للصراع المسلح وتصفية الحسابات واستحلت دماء شعبه وحرماتهم وأسست لتدخل الأجنبي الفج في الشأن الليبي وفي هذا الإطار تعلن تأكيدها على الآتي واحد يوجه المؤتمر تحية إجلال وتقدير لجمهورية مصر العربية حاضنة العروبة ولشعبها البطل وإلى قياداتها الرشيدة على الدعم السياسي الذي قدمته وتقدمه للشعب الليبي في سبيل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة اثنين الدعم اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية في جهودها لمكافحة الإرهاب والمجموعات الميليشيوية الإجرامية في طرابلس كما يدعو الحضور القوات المسلحة العربية الليبية للإسراع في تحرير العاصمة والقضاء التام على الإجرام والإرهاب الذي جثم على صدور الليبيين طيلة السنوات الماضية وتمكين المؤسسات المدنية الشرعية من ممارسة عملها في جو من الأمن والاستقرار لتحقيق المشروع الوطني الهادف إلى قيام دولة مدنية ديمقراطية مجدهرة يشارك فيها الشعب بكامل أطيافه دون تفريقة أو إقصاء أو تمييز ثلاثة يدعو المؤتمر أهلنا في طرابلس والمدن المجاورة لها إلى ضرورة توعية أبنائهم المغرر بهم والمنخرطين في التجمعات الميليشيوية وحثهم لتسليم أسلحتهم توطئة لمشاركتهم في إعادة بناء الوطن بعد استكمال عملية تطهير العاصمة أربعة يؤكد المؤتمر على افتقاد المبعوث الأممي غسان سلامة للحيادية كوسيط أممي إذ أنه بانحيازه الملحوظ لجهات بعينها قد شكل عقبة في تحقيق التسوية السياسية لأزمة مما يستلزم اختيار شخصية حيادية جادة لهذا المنصب خمسة يبدل المؤتمر شديد استيائه من تحالف التجمعات الميليشيوية مع ما يسمى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتحميله مسئولية انهيار الأوضاع في البلاد ستة يدين المؤتمر الدعم القطري والتركي للتجمعات الميليشيوية في العاصمة بالسلاح والأموال واستجلابهم للمرتزقة والإرهابيين من بؤر التوتر في سوريا والعراق إلى عاصمة الوطن لمحاربة القوات المسلحة العربية الليبية سبعة يدعو المؤتمر المجتمع الدولي إلى ضرورة تفهم طبيعة الأوضاع في ليبيا وعدم قبول الشعب الليبي لأي تدخل خارجي لفرض الوصاية عليه وعلى مستقبله السياسي تمانية يؤكد المؤتمر على ضرورة رفع الحظر عن تزويد القوات المسلحة العربية الليبية بالسلاح وذلك لتسريع وصولها لأهدافها في القضاء على الإرهاب والتجمعات الميليشيوية المسلحة يؤكد المؤتمر على أن أي حديث عن وقف لإطلاق النار في ظل استمرار امتلاك السلاح خارج سيطرة الدولة ما هو إلا استمرار للأزمة والوضع البائس الذي يعيشه الشعب منذ سنوات وأن أي حل لا يمكن قبوله ما لم يشترط سحب السلاح من التجمعات الميليشيوية وتسليمه للقوات المسلحة والإجهزة الأمنية عشرة الرفض التام لما طرحه ما يسمى برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كونه يؤسس لاستمرار حالة لدولة وبقاء الوضع كما هو عليه قبل انطلاق عملية طوفان الكرامة التي باركها كل شرفاء من أبناء هذا الوطن الأمر الذي لا يرقى لطموح الليبيين في بناء دولة ديمقراطية مستقرة يسودها الوفاق والتعايش السلمي بين أبناء شعبها مؤتمر القوى الوطنية الليبية القاهرة 17-18 يونيو 2019 ده كان بيان القوى الوطنية الليبية واضح المعالم منه نقطتين في غاية الأهمية فائز السراج لا مكان له في المعادلة القادمة التأييد الكامل للجيش العربي الليبي بقيادة المشير خليطة حفتر عدم التعاون مع أي دولة زي تركيا وقطر عدم القبول بتحركاتهم داخل الأراضي الليبية كل الشكر والتقدير للدولة المصرية حامية وحاضنة وحدة الأراضي الليبية وقاعدة بناء الجيش العربي الوطني الليبي بقيادة المشير خليطة حفتر